حسناً، صاري تقريباً يومين أحمسكم على وجهي ويب يا حبايب سأطلع لكم وجهي ولكن أكيد كل شيء ما يجي بالسهل طبعاً يا حبايب متابعني بالإنستجرام يعرفون هاي معلومة عني أنه أنا بعيدة على اليوتيوب أنا أسست ملاكم ما أخذ بالك سابق بطولة بغداد وبطولة عراق وقبل فترة يا حبايب لو لاحظت ونصلت أن نزل متقطع على اليوتيوب تقريباً طبعاً هذا كله كان بسبب أنه كان عدم بطولة عراق للملاكمة وأنا شاركت بهذه البطولة والحمد لله حصلت على مركز الثالث لتقريباً خسرت بنصف النهائي على كل الفكرة يا حبايب والذي هو أنا أحبب أن نزلكم النزال كامل راح يكون بوجهه كامل كل شيء ولكن بس توصل القناة على الـ 500 ألف متابع قناة مملكة القصص ولكن الطمأن يا حبايب سويت لكم تحدي خفيف والذي هو على قناة مملكة المشاهر مثل ما وعدتكم نزلت لكم أربع مقاطع بنفس اللحظة وبهذه الأربع مقاطع يا حبايب حطيتكم صورة ألية بهذه الأربع مقاطع بلحظة من اللحظات والهي تحت لحظة من النزال في كل حال يروح يشوف لازم الأربع مقاطع علمون تعرفون هذه اللقطة يا حبايب رحطوكم الرابط بالوصف القناة ودخلوا على آخر أربع مقاطع شوفوها واخذوا اللقطة اللي هي بها صورتي وأول واحد يا حبايب يعرف هذه اللقطة يجي عن حسبي بالإنستغرام رحنطي 500 دولار فالكل يروح يشوف اللقطة يا حبايب ويشوف الصورة هناك وطبع لا تنسوا ان تشتركوا بقاطع بس ونوصل 500 ألف رح يزديكم النزال كامل على قناتي باليوتيوب الخبر أول اللي عدنا عن المشكلة النارية ما زالت مستمرة فبعد ما اجواني يا حبايب وغيف مروان طلعوا وحجوا على أحمد أب الرب نورمال حالياً يطلعوا ويتهجم عليه فنزع على حسب الإنستغرام في شهي تستوريات كون عم شوف المشاكل حالياً وخصوصاً من نفس الشخص اللي هو عامل محتوى انتقاد في ألف طريقة حتى تجيب مشاهدات بدهم نسويساء وتحرض على الناس بعرف مرة تفهم الكلمة لأنك متعود على قلة الذوق وتحكي على العالم حتى توصل حتى يمكن يوصل الموضوع عندك للشرف بتستميم مزح أنا شخصي أن هذا الإنسان أذاني كثير لدرجة أنه صار فاز من كثير ما حكي علي ورغم هذا كله أنا ظل يساكد وسبب رئيسي أنه يحكي علي يسبب أنه كان يريد يصوروا إياي بتركيا من سفر أحمد أب الربو وهو رفض أن يتصوروا إياه ولحظت أنه وين ناس ساكتل لأنه هذا الشخص ما يخاف الله وما يخاف الله لازم إحنا نخاف من عنده ولكن هذا الشخص دائم نحرض متابعين علينا وين تنمر علينا ويحاول أنه يقطع برزقنا وهذا الشي يخلاني أتكد أنه 100% تستعقل سترايك اللي أعطيتك إياه رغم أنه قلبي كان حزين عليك لأنه ما حاب أقطع برزق أحد وكذا أحاول أحكي اليوتيوب عموشان يشيل لك السترايك ولكن سبحان الله الأعواج يبقى طول عمره وأعواج وملاحظة أنا ما عم دافع عن حالي لأنه بعيد عن المشاكل وبحاول دائمًا ما أدخل متابعيني بهذه القصص وبحاول أقدم لهم محتوى المستهدف للفئة من المتابعيني وبالرغم من التهجم اللي دائمًا أتعرض له أمن أضل ساكت وشكرا طبعا الكلام اللي قاله كلش نار الكلام النورمار ولكن بعد متاعه تقريبًا أحمد وبرو طلع ورد عليه فنزل وشي هذا الاستوري حاط بي صورة نورمار وكاتب عليها أيوه شخص جديد يدخل الاستوريات حرد عليه بالاستوريات الجاية بعد نزل شفيت الاستوريات الردبي عليه وصار يقول إن هو ابنيه وإن هو حاوليك طعب رزقي وإخوة الكلام حبايب كل شو مهم شوفوا الاستوريات وشوفوا الرد مالته أقول لكم لفه في السوشيال ميديا هاي الفترة حتكتشفوا إنه أبو الرب فيك في بعض الناس حاقدين عليك في ناس حق في ناس كانوا يستنوا إنه أنا متى يعني حيصير فيه قسف صحيح يهجموا علي فيها نسبة له وضوع نورمار شو بيحكي إني أنا بحرض الناس عليه طبعا تحريض الناس عليه هو كان إنه أنا بتمسخر عن محتوى طبعا هو ما بصير كيف تتمسخر عن محتوى لا كبرياء ما بسمح مخه المراهق البسيط ما بسمح إنه حادي يتمسخر عن محتوى أول فيديوهات إلي عن نورمار يمكن أن أقول حكاية شغلات دايقوة أنا كنت متواصل معه على الواتساب كنت أدخل على يوتيوب وأشيل الأشياء اللي بتدايقوه ورجع له فيديوهات القديمة ستلاحظوا إنه فيه أشياء مشغولة منها ومثلا قال لي إنه ما بحبين حكي عنه إنه زي البنات ما بحبين حكي إنه زي البنات فبطلت أحكي إنه زي البنات لفترة منيحة لحد ما صار موضوع عداو وصدت أحكي عنه زي البنات وطبعا ما شاء الله أنت يعني من أجمل البنات اللي شوفتوا قلتي مع هذا الزلمة لما كان مدير أعماله ناسي شو اسمه بلش بالحرف وليس أرجع لكم بسكريت شوتس كان بالحرف يخلي المتابعين يعملوا إبلاغ على قناتي وأول فيديو عملت عن نور مرح كان كثير كتكوت يعني كنت بس شوي ها شوي نتواصل على محتوى ما كان فيه إشي يعني خلي المتابعين حرفيا يهجم على قناتي وحاول يحذفوها ومن هون أنا بلش الموضوع يصير شوي شخصي وبلش يتراكم لحد ما آخر مرة بالأمر يعني حرفيا نزلوا أنه يلا بنقطع يزغطوا هالزلمة يقطع يكتبني يا حباب بلكومنت هجيتوا يا منوي يا أحمد أبو الروب أو يا نور مار بالهجوم هذا نروح حاليا اليارمار ووصول لسابه بالإنستجرام للمليون متابع فإن شاء الله ألف مبروك أخبال 10 مليون يا رب وطبعا إذا شوية استوريا صارت تبجي بها بسبب الفرحة بسبب هذا الإنجاز يا حباب راتكم استوريا تشوفوها كون بس عنجت شكوين كثير كثير على المليون متابع أنا كثير مبسوطة ومن قدر من المسوطة أعرف يا الله حربي أنا أهزة كثير عنهم يا الله حربي أنا أهزة كثير وطبعا إذا شوية يا حباب نتبركوها بالكومنتات على هذا الإنجاز روح حاليا اليارمار وقمر مارو هل هم ما تصالحوا؟ فير يا حباب حطت لايك لواحد من التصميم الصداقة اللي بينه وبين يارا قمر نفس الشي يا حباب نشرت تصميم الصداقة لها وقمر بالسوري فاكتبوا يا حباب بالكومنتات شان توقاتكم الموضوع وعلى سرية قمر يا حباب من وضح أنه يوقفت ويا نور مارو قررت أن تقصف أحمد أبو الروب فنزلت هذا الستوري كانتبه هذا الصوت صايرت معه ويا حتى من البشر شي السالفة أي واحد ما حاج يعرفه ويريد يصعد يقوم يعويت فشلون طبعا حطت بالستوري صوت شلي بحطكم يا شوفو شو حطت أتوقع واضح الكلام هو يقصد بي أحمد أبو الروب ولكن تقريبا من الساعة هي حذفة الستوري صراحة ما دلشون السبب عليكم كتبونا بالكومنتات شو رأيكم قمر ردها على أحمد أبو الروب روحها لي لأم نارين بيوتي وردها الناري على أحمد أبو الروب فنزلت هذا الستوري كانتبه هناك دائما قليل بين الحقيقة ووراك كنت أمزح وقليل من المشاعر ووراك كلمة لا أهتم وقليل من الحاجة ووراك دعوني بشأنني كثيرة من الكلمات ووراك الصمت وليه تقصد يا حبايب أن نارين بيوتي حاليا هي ساكتة ولكن بداخلها هوايا حشي وليس الوقت تطلب المتابع الناس ويساعدوها يعني فاكتبوا لها بالكومنتات شو رأيكم برد نارين بيوتي أو أمها على أحمد أبو الروب نختم آخر شي بنور مار ووصول قناته باليوتيوب للسبع من اليوم وتابع فإن شاء الله ألف مبروك أقبال الملايين يا رب وطبعا نتنسون يا حبايب أن تبركوا لها بالكومنتات على هذا الإنجاز ونتنسون يا حبايب قناتي الثانية مثل ما قلت لكم الصورة والتحدي هناك لكل يروح يشوفها نزلت أربع مقاطع وروح يشوفوا الأربع مقاطع وتشوفوا صورتي هناك ونتظروا بس أنه وصل خمسمائة ألف رح يزلكم النزال كامل وبيصلوا يا حبايب لنهو صورة المقطعات من المقطع عجبكم نتحطوا اللايك وتشتركوا بالقناة جاناك وفيدي زين مقاطعة من قناة القصص ومع السلامة